مرحبا بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني المتوسط المهنة الجديدة درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس السادس أنوان الدرس بطاقات الشفاء قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك لقناة اليوتيوب بيجا فيسبوك لستطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني المتوسط نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 6 اليونت الثاني الدرس السادس get well cards بطاقات الشفاء يقول لي talk about the cards with your partner تحدث عن هذه البطاقات مع زميلك منطينا مجموعة من البطاقات بطاقات الشفاء شنه هي بطاقات الشفاء لما شخص صديقنا أو أخونا أو شخص من أقاربنا يتمرر نروح نزوره نمطيه هدية أو نجيب له فتش معين وياه بطاقة هاي البطاقة نسميها get well soon أو get well card بطاقة الشفاء نكتب عليها الشفاء العاجل نتمنى لك الصحة الجيدة إلى آخره إذن هذه البطاقات نسميها بطاقات الشفاء يقول لي انظر إلى هذه البطاقات وحاول تتناقش عنها مع زميلك نعنى من الممكن أن الأستاذ يختار طلاب الثمية بداخل الصف يتناقشون حول هذه البطاقات أو هو يسأل مجموعة أسئلة ويحاول أن يستخلص الإجابات من طلابه شنه هاي الأسئلة؟ أولا يقول لك which words are on the cards؟ ما هي الكلمات اللي موجودة على كل البطاقات؟ لاحظوا أن كل البطاقات مكتوب عليها get well soon get well soon get well soon وهكذا معناها الشفاء العاجل أو نتمنى لك الشفاء قريبا بأسرع وقت وهكذا إذن العبارة اللي مكتوبة هي get well soon الإجابة اللي راح يجاوبها الطالب للأستاذ إذا سأل هذا السؤال يقول لها get well soon يسأل للأستاذ السؤال آخر do you think any of the cards are funny؟ هل تعتقد أن واحد من ذن البطاقات ممتعة أو مضحكة؟ نعم من الممكن أن الطالب يختار البطاقة الرابعة يقول لها هذه البطاقة الرابعة هي جدا مضحكة فأقول لها card number 6 أو card number 1 البطاقة الأولى يعني أشوف هنا مضحكة وهكذا number 3 السؤال الثالث when do we send get well cards to friends؟ متى نرسل هذه البطاقة لأصدقاءنا؟ ذكرنا أن هذه البطاقة نرسلها لما نكون الشخص أو صديقنا مريض when they get well of their illnesses عندما يتشافون من مرضهم أو when they are sick عندما يكونون مرضى السؤال الرابع choose a card of a friend why did you choose it؟ يقول لك اختار أنت واحد من ذن البطاق لصديقك وليش اختاريته؟ مثلا أنا اختار card number 5 البطاقة رقم 5 because it looks interesting كمثال لأنها تبدو ممتعة أو because my friend like cards لأن صديقي يحب السيارات أنطي أي سبب مقنع أنه أنا ليش اختاريت البطاقة رقم 5 أو الأولى أو الثانية إلى آخره هذا ما يخص الفقرة الأولى الأستاذ رح يسألني الأسئلة حاولوا تحفظون الأجوب بمالتهم كتحضير يومي أما أستاذ مهمة بالمتحان التحريري؟ لا لا مهمة بالمتحان التحريري ولا مهمة بالمتحان الشفاوي ورها بالفقرة الثانية شي يقول لي يقول لي match the cards طابق هذه البطاقات with the messages inside بالرسائل اللي بداخلها يقول لي تحاول تتخيل أن هذه الرسالة تابعة ليا بطاقة كاتب بالرسالة كمثال you can play anywhere on our team يمكنك أن تلعب في أي مكان في فريقنا يا صورة من الصور أو يا بطاقة من البطايق اللي منطينيها تناسب هذه الرسالة أكيد هي بس بطاقة رقم 6 ليش لأن هي الوحيدة اللي بيها team فريق أو كرة قدم أو لعبة إلى آخره زيان الرسالة الثانية you leave a big hole in our lives لقد تركت فراغ واسع في حياتنا we miss you very much نحن نفتقدك جدا يا صورة من الصور البطايق اللي منطينيها تناسب هذه الرسالة الصورة الرابعة باعتبار هنا نطيني صورة hole أو فراغ أو ثقب إلى آخره فأوصلها بالصورة رقم 4 الرسالة الثالثة cheer up you will be better soon ابتهج سوف تكون بحال أفضل قريبا شن البطاقة المناسبة لهذه الرسالة أو هذا الكلام البطاقة الثانية فأوصلها بالصورة رقم 2 باعتبار هذا الشخص ده يبتهج أو ده يضحك لأن الشخص الأول ضحكه أما الرسالة الرابعة hurry up استعجل أو تعجل and get better وتشافى تعجل وتشافى شن الصورة المناسبة لهذا الكلام أو هذه الرسالة الصورة الخامسة فأوصلها بالصورة رقم 5 أو البطاقة رقم 5 fly back to us as soon as you can حلق عائدا لنا بالسرعة الممكنة أو بأقرب وقت ممكن بما أنه قل لي fly حلق إذن الصورة رقم 1 أما الرسالة الأخيرة there is no color in the house when you are away لا يوجد لون في البيت بسبب غيابك أو عندما تكون في الخارج يا صورة صورة رقم 3 هذا ما يخص النشاط الثاني أو الفقرة الثانية من كتاب الطالب مجرد يطلب من عند أني أوصل الرسائل بالبطايا كذلك هذا النشاط الصفي غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي إذن لحد الآن كل الأنشط أدني أنشط صفية كتحضر يومي ما بها شيء مهم ممكن يجيني بالامتحان التحريري الآن ننتقل إلى كتاب النشاط هنا شيء يقول لي يقول لي imagine you have a friend who is sick تخيل أنه أنت أدك صديق مريض make a get well card for them سوي لي بطاقة شفاء إلى هنا أنا يقول لك أنت سويها مو تجيب ليها جاهزة أو تشتريها جاهزة شلون أسوي بطاقة الشفاء ده يعلمني يقول لي get a piece of card not paper اجلب قطعة من الورق المقوة ليست ورق عادي حوالي 20 سنتيمتر عرضها و28 طولها fold it in the middle اطبقها أو اطويها من الوسط draw the picture on the front of the card يقول لك هنا بهذا المربع ارسم الصورة باتبار سيصير لديك وجه للبطاقة حاول ترسم صورة وردة أو صورة أي شيء يحب زميلك أو مثل ما لاحظنا بالبطايق البقية أنه كل واحد رسم لفت شيء معين حسب اللي يحب زميلي أو حسب الرسالة اللي أنا رح أكتب لهيا بداخل هذه البطاقة practice your picture below use lots of colors يقول لك حاول أن ترسم صورتك هنا وحاول أن تستخدم الكثير من الألوان وراء ما رسمت صارت عندي بطاقة معايدة يقول لي اكتب رسالتك بالداخل ووديها لزميلك هذا هم كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها يقول لي next وراها you need to write the message inside the card لازم تكتب رسالتك بداخل هذه البطاقة you have some options on what to write يقول لك عندك هواي اختيارات عن الأشياء المفروض تكتبها بداخل هذه البطاقة to each type of message below استخدم واحدة من تنذي عجبانك كمثال واحدة من الطرق اللي نكتب بها الرسالة احنا مذكرنا ان الرسالة عبارة عن get well او البطاقة نكتب عليها get well معناها الشفاء العاجل من الممكن ان استخدم كل حرف من هذه الحروف الجي والإي والتي واكتب لها عبارة مناسبة لها هو منطين مثال قل لي كمثال الجي خليت لها go slowly go slowly معناها اذهب أو سير ببطر ال E eat well كل بشكل جيد T take your time معناها براحتك لأخذ الوقت اللي تحتاجه wait انتظر every day you will feel better كل يوم رح تتحسن lots of love الكثير من الحب انا سويت له رسالة حسب كل حرف من الحروف مع get well get well معناها الشفاء العاجل مثلا انا همنا استخدم عبارات من خلال هذه الحروف مثلا G شا قل لها اقول لها get enough sleep احصل على نوم كافي eat well كل بشكل جيد tell me your news اخبرني باخبارك اخبرني باخبارك خابرني we love you نحن نحبك احنا الجماعتك اصدقائك نحبك كمثال مثل ما هو كاتب لي every day you will feel better في كل يوم سوف تتحسن بالاخير double lots of love الكثير من الحب هذا هم نفس الطريقة يقول لي اكتب رسالتك بداخل هذه البطاقة كذلك الرشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي يقول لي حاول اصويلي جمل كرسالة لزميلك باستخدام الحروف اللي انا منطقي اياها بget well هذا كذلك غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي انكمل الرسالة او انكمل النشاطات يقول لي غالبا الناس تكتب رسالة مضحكة بداخل هذه البطاقة المعايدة كمثال هو منطين مثال please hurry up and get well رجاء تعجل وكن بحال افضل I need help with my maths homework احتاج مساعدة في واجبي البيت الخاص بالرياضيات get better quickly تشافى بسرعة I haven't got anyone to the fat لان ليس لدي اي شخص لابحك عليه ان انا هاي مجرد رسالة مضحكة لشخص لزميله المريو انا يقول لك انت كذلك حاول تكتب رسالتك مثل ما هو كتب رسالتك انا الطلاب يحاولون ان يكتبون رسالة مضحكة لزميلهم وراه ناس الطريقة واحد كاتب رسالة ثانية I miss you I hope you come back to school soon انا افتقدك اتمنى ان تعود للمدرسة قريبا hurry up تعجل استعجل and get letter واحصل على رسالتك هذا كذلك رسالة مضحكة حاول الطالب يكتب رسالة مثلها مضحكة كذلك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي هذا كان درسنا لهذا اليوم لاحظنا انه كلها عبارة عن انشطة صفية غير مهم بالامتحان التحرير او امتحان الشفوي مجرد كتحضير يومي الاستاذ يطلب من الطلاب ان يباعون على البطايق اسألهم مجموعة اسألة عن البطايق تعرفنا على اسألة شو نجاوب عنها وراها وصلنا الرسالة خاصة بكل بطاقة وصلنا الرسالة المتعلقة بكل بطاقة كل رسالة بالبطاقة المتعلقة اليها وراها تعلمنا شو نسوي بطاقة شلو نرسم الرسم والتنا شو نكتب رسالة بداخل البطاقة كل هاي الأنشطة aztصفية غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي فتاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سبسارة أو وظافة تحبوا أن تقدموها تقدرون أن تتواصلوا معي على حسابات الموجودة منكم على الشاشة